بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر أقامت رابطة الجامعات الإسلامية وجمعية الصداقة المصرية السعودية ندوى عن العلاقات السعودية المصرية أكدت على متانة هذه العلاقات عبر التاريخ وما وصلت إليه حاليا من قوة وتنصيق وتعاون البلدين كأنهما أنا في رأيي كأنهما بلد واحد وجزء من الشعب في آسيا وجزء من الشعب في إفريقيا فكأنهما شعب واحد وبلد واحد وأمة واحدة وليس هناك إطلاق النظير اللاجئة العلاقات في العالم كله شعبين متفاهمين لأبعد الحدود متداخلين متلاحمين لأبعد الحدود قيادتين متفاهمتان وحدة الرؤى ووحدة المصير ووحدة الموافق كلها واحدة الندوى حضرها وزراء مصريون وشخصيات سياسية ودينية رحبوا جميعا بضيف مصر الكبير وأجمعوا على أهمية زيارة الملك سلمان إلى مصر في هذا التوقيت هذه الزيارة إن شاء الله سيتعتب عليها أفق أو أفق واسعة من التعاون مزيد من التعاون السياسي والاقتصادي والعلمي والثقافي بما يعود بالخير على الشعبين الكريمين سواء في جمهورة مصر العربية أم في المملكة العربية السعودية بنا أرحب بخدم الحرامين الشعيفين ونقول له تنزل أهلا وتحل له سهلا ومعحبا بك وبأشقائنا السعوديين في مصر وإلى مزيد من التعاون لصالح البلدين الشقيقين وأمتنا العربية وأمن وسلام العالمين وتناولت الندوى التعاون الوثيق بين مصر والمملكة في مختلف المجالات وانعكاس زيارة الملك سلمان على زيادة هذا التعاون تاريخ حافل بين مصر والمملكة تعبر عنه العلاقات الفريدة بين البلدين وحجم الترحيب الكبير بزيارة الملك سلمان وهو ما أكدت عليه هذه الندوى أصم عبد المقصود الإغبارية القاهرة